وفي الباب الخلفي لتهديئة الأسواق يرى مختصون في شأن الاقتصادي أن تزديد جزء من الديون الإيرانية المستحقة على العراق يسهم بتعزيز الثقة بالتجارة بين البلدين والاستمرار بتجهيز الغاز المستخدم في محطات الكهرباء خاصة أن البلاد مقبلة على موجات حر وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن أطلاق مبلغ مليارين وسبعمائة مليون دولار لتزديد مستحقات الغاز والكهرباء من الجانب الإيراني لن يكون له تأثير بعيد المدى على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار إلا إذا تم رفع المعوقات التي تحول دون تحويل الدولار الأمريكي عبر القروات المصرفية لتزديد مستحقات إيران وأضاف أنه في حال تم الاتفاق على ألية معينة لتزديد مستحقات التجار الإيرانيين فمن المؤكد أن يشهد سعر صرف الدولار انخفاضا كبيرا بدوره قال الخبير المالي سلوان النوري أن تأثيرات اطلاق الديون العراقية للجانب الإيراني تنسحب على قطاعات أخرى خدمية وسلعية وستنسحب أيضا على استرجاع عامل الثقة ترجمة نانسي قنقر شكرا